سوف أتحدث عن الأعشاب في العالم ومنها سوف أتحدث عن الأعشاب في المغرب أولاً لنعرف أن مثلاً إذا أخذنا عشباما مهما كانت إن شاء الله في المستقبل نتحدث عن الموضوع الأعشاب بالتدقيق من فقط من أجل كي تكون الأمور علمية وعملية لما نتحدث مثلاً عن عشباما مثلاً إذا أخذنا مثلاً نبات شيبة يعني إذا أخذنا مثلاً عشبة في ألمانيا هي نفسها عشبة في المغرب نفس العشبة نفس الاسم العلمي نفس الشكل نفس النبتة فهي ليست بالمكونات ذاتها يعني نعرف جيداً أن العشبة تسمى أو نبحان نحن جايو سونسيب إيش ناي جايو سونسيب؟ هي حساسة للجغرافية حساسة للمكونات التربة هكا كباقي الأغذية فالغداء مثلاً الطماطم في المغرب ليست بالطماطم في أوروبا ليست بالطماطم في أسيا ليست بالطماطم في جنوب إفريقيا وبالتالي لما نقول هل الأعشاب هل هذه العشبة هي مفيدة أو لا الأعشاب كما قالوا الأستاذة الكرام والدكاترة أعشاب مفيدة للمناعة؟ الجواب نعم هل الأعشاب ترفع المناعة؟ الجواب نعم ولكن في حدود لابوزولوجي اللي كان سميه إحنا الادوز الكيمياء المقدار تمام لما نتحدث عن المقدار نعم يمكن أن نتحدث عن الجواب الصحيح هو تقوية وتعزيز المناعة نعم لمسألة الأعشاب وعلاقة بالفيروسات هنا يجب أن نعرف طريقة اشتغال الفيروس الفيروس بصفة عامة هو عبارة عن معلومة يعني نكاد نقول أن الفيروس هو بين الحياة والموت يعني لا هو بكائن حي ولا هو بكائن ميت فهو معلومة آيرين أو لا أدئن فهذا الآيرين لما يدخل للجسم يجب أن يكون في تماث كما قال الأستاذ الكريم في تماث مع الخلية فهذا الخلية تدخل في نقاش مع الفيروس فإما أن تسمح له أن يعني يدخل للآلة ديالها أو للآلة التي تقوم بنسخ هذا المادة الوراثية أو المادة النووية وإما أن ترفض لما ترفض كنسميوحنا في العلم ببورتير السين شنا هو بورتير السين هو واحد حامل للفيروس لكن دون ظهور أي أعراض ففي هذا الحوار هذا لما تكون الخلية يعني دات مناعة قوية فهي لا تسمح بدخول هذا الفيروس على الأقل بعدم اقتحام الآلة الوراثية وآلة النصخ فهناك نشوف بأن المناعة هي شيء حاسم في مسألة الفيروسات ولكن أن نقول مثلا أن التومة ستجنبون الفيروس أو البصل سيجنبون الفيروس أو لا حتى أننا نحن في علم التغذية أصبحنا يعني وأستسمح من الأساتدو من المشاهدين أصبح كلمة يعني استهزاء أنك نقوله هل التومة والبصل هل هي اللي غادي تبعد علينا هذا الفيروس يعني هنا تم يعني إقصاء الجانب التغذية مع العلم أن منظمات عالمية في الجانب الصحي ونعرف تماما والإخوان الأطباء سيكون متفقين معي أن التغذية تساهم في الوقاية من المرض التغذية تساهم في أن المريض ما يوصلش للأعراض والتغذية تساهم كذلك في تخفيض الأعراض الجانبية للدواء المأخوذ الآن في علاج الكورونا يعني هذه المسألة يجب أن أخذها بعين الاعتبار فالركوب على الموجة، الركوب أستدعفاف إخواني الكرام الركوب على وحد الخبر من أجل يعني أنا كان بقى يعني شن هو الهدف من نشر هذا الخبر ويجب أن نعرف أستدعفاف وفعلا كنا واحد نوع من المسؤولية لبعض المنابر الإعلامية ولكن يجب أن نعرف أن بعض الإعلاميين يعني ليس لهم تكوين صحي لكي يتأكد من المعلومة، هو الصباق نحو نشر المعلومة وهذا لا يجب أن يكون فلنشر المعلومة يجب أن يبنى وحتى أن المنابر الإعلامية يجب أن يكون لها مصدر أو لوحد الغيفرانس أو لوحد الشخص ليشتغل في هذا المنبر الإعلامي لكي يؤكد أو ينفي المعلومات المقدمة في هذا الجانب وأنا أتمنى هذه المسألة أن تأخذها بعين الاعتبار والجميل الجانب الصحي والجميل أن في بعض المنابر الإعلامية حاضرين هذه الناس لما يسموا بالمستشارين الصحيين لتكذيب أو تفنيد أو تصحيح هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر